هؤلاء يا سحسين هؤلاء الأمنيين هم يعتقدون تحت حماية قيس سعيد وبيتعلت نحن نطبق في الأوامر نعم والله لا تفيدكم بالأوامر يومي صح الصحيح حتى هو نفسه في مدى تبرى منكم لأنكم أنتم أخذتوا وتعرفوا اللي تقوموا بيه مخالف للقانون ومخالف للدستور وخنتوا العهد الأمان والشرف المهنة نعم ولذلك يعني هذه رسالة أبواب المحاكم الدولية فتحت ولا رجوع عنها وتتحملوا مسؤولية كبيرة يسر لأن الشعب التونسي شعب ما يستحقش اللي سير له هذا والظلم فات حده والظلم اللي تقوموا بيه والاضطهاد والقمع هذا يعني ما أنزل الله به من سلطان وستدفعون ثمن غالي جدا ولا يفلت أحد منكم من العقاب حكينا عن القوانين الأوروبية قانون ماينسكي هذا يتبقى ماينسكي 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 الروسي هو هذا أعتقد أعطينا فكرة هذا قانون تم الموافق عليه في البرلمان الأوروبي في أواخر 2022 نعم جديد نعم جديد هذا يسمح للضحية لأن قبل عندما تقدم قضية ضد أي مسؤول أجنبي في دولة أجنبية وإن تحمل جنسية أجنبية لازم كأقل شيء في محطات يعني قضية التقاضي نعم اللي تعملها في بلدك ثم يعني أعلى هيئة اللي هي محكمة التعقيم في تونس بتونس فكشي وقتها يسمحوا لك ويفتحوا لك التقاضي الدولي جديد شقا هذا المال الميكانيزم هذا متاع مينسكي هذا يرفع عليك الحرجة هذا متاع قطر يعرفوا لمعظم الضحايا مش بإمكانيتهم بيش يتوصلوا يعني للسير عادي للتقاضي نعم للتقاضي نعم للتقاضي بيش تنجم أنت يعني يسمح لك بالتقاضي في أي واحد مظلوم ضحية تعذيب ما غير متعدى بالقضاء التونسي مثلا يمشي مباشرة يمكن تقبل الشك همتاعه في تحضره لكن يثبت يثبت على الأقل اللي هو محاكمة متابعة أو حياته في خطر أو من أجل يعني نشاطه سياسي أو ما فكره أو يعني نعم فهذه تفتح المحاكم الدولية تفتح قضايا ضد هؤلاء المسؤولين وإحنا عدنا عينات أنت سعبد الناصر هو يتأثر فعلا المرة الثانية يحطر معنا ولكن كل ما ذكر ملف التعذيب فعلا هذه حالة نفسية الآن أحنا في جديش في 24 عنا أكثر من 24 سنة 30 سنة ولكن قاعد آثارها نشوفهم بعد بعد ما نشوفه كلمة متاع سيد منذرز نادي المرشح المقصى والإصدار فيه البارح بطاقة جلب دولية حيث أنه ثم قضية التآمل كلمة قوية وصف فيها نشوفه قي سعيد ربما بالإرهابية قل أنا مش أنا الإرهابي نشوفه كلمة متاع بقوية نشوفه بعد كلمة منذرز نادي نرجعه حتى نعته عينا سعبد الناصر في 2001 باعتباره كان ضحية في 91 92 تعذيب قبل ما يتمكن من الفرار من دونس لأنه تم جلبه من إيطاليا كيفاش تم إرغام عبدالله قال الوزير الداخلية وقت اللي كان هو يتعذف في 91 على أنه الفرار من من سويسرا نشوفه